اهلا بكم الى موجز اخبار الان سيطرت قوات السورية الديمقراطية على حي اليرموق غرب مدينة الرقة بشكل كامل عقب اشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي تخلى لها قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين الامر الذي اسفر عن قتل 16 فردا من التنظيم وشنت مقاتلات التحالف الدولي غارات جوية عدة على مواقع التنظيم من دون ورود انباء عن حجم الخسائر البشرية افادت مصادر السورية ان دفعة من المراقبين العسكريين الروس قد وصلت الى محافظة درعة تطبيقا لاتفاق وقف اطلاق النار جنوب غربي سوريا وستنتشر هذه الدفعة في بعض المناطق المحددة لها فيما توصلت الولايات المتحدة وروسيا والاردن الى اتفاق لوقف اطلاق النار وعدم التصعيد بهدف وقف القتال بين قوات النظام ومقاتل المعارضة جنوب غربي سوريا قتل 15 مسلحا على الاقل من ميليشيا الحوثي في غارات وهجمات في مناطق مختلفة من اليمن في غارات للتحالف قرب معسكر خالد بمديرية موزع غرب تعز وشنت قوات الشرعية هجوما على مواقع المتمردين قرب معسكر خالد وتمكنت تحت غطاء جويا من طائرات التحالف من السيطرة على مثلث حيس شمال المعسكر الذي يربط بين تعز والحديدة يبدأ مطار القاهرة الدولي بتطبيق عدم دخول القطريين الى الاراضي المصرية من دون الحصول على تأشيرة مسبقة بحسب مصدر امني داخل المطار ابتداء من يوم الخميس المقبل واضح المصدر ان التأشيرة يمكن استصدارها من السفارات المصرية في الخارج مشيرا الى ان السلطة جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية تلقت تعليمات بتطبيق النظام الجديد قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء خليفة حفتر ان المعركة ضد الارهاب ستستمر حتى اشتثاثه من كامل ليبيا واضف ان الموانئ وحقول النفط في ليبيا تمثل عصب الاقتصاد في حياة الليبيين وهي بحاجة الى تعزيز حماياتها من اطماع العصابات الارهابية والاجرامية كما رأى حفتر انه على الرغم من انتصار الجيش في بنغازي الا ان الطريق ما زال طويلا وشاقا حتى تحقيق الطموح اتفق وزراء الشؤون الخارجية بدول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع لهم على فرض قيود على تصدير الزوارق ومحركات القوارب الى ليبيا هدف الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية والتي اودت بحياة المئات من الاشخاص ووصف بيان الاتحاد الاوروبي هذا الاجراء بانه جهد يهدف الى عرقلة عمل المهربين وتجار البشر ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فقد عبر اكثر من مائة الف مهاجر البحر المتوسط منذ بداية العام الى اللقاء